أنا مصدم جدا بالقسف المتواصل للقوات الإسرائيلية على غزة هذا غير مقبول وبطبيعة الحال أنا أصلي للضحايا القتال يجب أن يتوقف فورا أطالب كل الأطراف لوقف العمليات العدائية الآن وأجدد مطالبتي بوقف لإطلاق النار ووقف فوري لإطلاق النار هذا القتال يدر بالبنية التحتية وبالكهرباء والطرق وكذلك يصعب الوصول بالمساعدات الإنسانية الآن هناك نقص في المياه والكهرباء والكثير من المنازل والبنايات سوية بالأرض وبعض المنازل أصبحت غير قابلة لأن تأوي السكان وبسبب نقص الإمدادات وذلك الدمار الذي حدث فإن الوضع أصبح سيئا وهو كان سيئا مسبقا بسبب جائحة كورونا وبطبيعة الحال هناك الآلاف الآلاف الذين لجوا إلى المساجد والمدارس وهناك نقص في الغداء وكذلك النظافة العامة والعديد من الخدمات الأساسية أنا ارتعبت بتلك الحادثة التي قتلت في عائلة كاملة في مخيم وبطبيعة الحال الأطفال في غزة هم الذين يدفعون ثمن غاليا هنا قصف الصحفيين في غزة هو أمر مقلق للغاية الصحفيون يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون انقطاع في مواقع النزاع دون استهداف يجب حمايتهم واحترامهم أنا مستأل جدا بتلك الاعتداءات على المواقع الأممية في غزة يجب احترام الأماكن الأممية وحمايتها الوكالات الأممية وشركاؤنا هم هناك من أجهزة قديمة مساعدة للسكان في غزة هم يقدمون الكهرباء والمولدات والماء الشروب في المدارس التي تأوي الآن السكان والألاف من السكان في غزة ومارك لوكوك وأنا سنطلق نداء للمساعدة الغدائية وأنا سأقوم بذلك قريبا وذلك من أجل جمع المساعدة وهناك 14 مليون دولار أمريكي رصدتها أمريكا للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وبطبيعة الحال نعرف أن دولا أخرى قد تقدم المساعدة هناك تلك الاعتداءات التي تحدث في نقاط التفتيش وهذا أمر غير مقبول كذلك إسرائيل مطالبة بسماح بوصول المعدات الطبية والمواد الغدائية والدوائية إلى غزة الصواريخ التي استهدفت إسرائيل والمطارات تسببت في ضحايا جروح وقتل وأضرت بالبنية التحتية ولا يجب أن تستمر والسيدات والسادة في نهاية المطافة المدنيون يجب حمايتهم والقصف العشوائي ضد المدنيين هو انتهاك للقوانين ولذلك نحن نعرف أن هذا الخسران الكبير في المدنيين لا يجب أن يحدث في قتال عسكري ولا يمكن تبريره حتى عندما يكون هناك تطبيق للأطراف المتناحرة للقوانين الدولية فلا يجب أن يصل العدد لهذا الرقم الكبير لذلك أنا أطالب بطبط نفسي في عملياتهم العسكرية إلى أقصى حد وأطالب حماس وباقي الجماعات بوقف إطلاق تلك الصواريخ التي تستهدف الأماكن المدنية في إسرائيل وهذا انتهاك للقانون الدولي وهناك أماكن مدنية لا يجب أن تستهدف في قتال عسكري لكن في نهاية المطاف الذي علينا أن نركز عليه وأنا أجدد هذا هو وقف فوري لإطلاق النار وأنا أكرره السيدات والسادة السيد الرئيس أنا قلق جدا بتلك المنوشات التي تحدث بين القوات الإسرائيلية في شرق القدس والكثير من العائلات الفلسطينية يجري العمل على إجلائها وهذا بطبيعة الحال لا يجب أن يحدث أنا أطالب إسرائيل بوقف تلك العملية لإجلاء الفلسطينيين في شرق القدس وذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني كل أنشطة المستوطنات بما فيها الضمار هي غير قانونية بحسب القانون الدولي القدس هي مدينة دولية لكل الديانات هي مدينة مقدسة لكل الديانات الثلاث ويجب أن تحترم في إسرائيل بطبيعة الحال ما يحدث من قبل السكان تلك المنوشات تحدث بين الإسرائيليين تؤدي إلى مفاقمة الوضع ولذلك أنا أطالب داخل الإسرائيلي بأن يسهم في السلام وذلك لأن العنف الداخلي قد يوسع دائرة النزاع هذا النزاع بطبيعة الحال يستغل من قبل المتطرفين والمتشددين علينا أن نعمل بكل الطرق من أجل أن لا يندلع ويتوسع نطاق النزاع أكثر لا بد من خفض النزاع حتى يكون هناك احتواء له ولا تتوسع المعاناة الإنسانية السيد الرئيس السيدات والسادة الأم المتحدة وعبر منسقي للإغاثة في الشرق الأوسط وكذلك المكلف بالسياسة نحن نعمل مع قطر ومصر والأردن وكذلك نتواصل مع المجتمع الدولي من أجل تشجيع كل الأطراف على خفض العنف نحن منخرطون مباشرة مع الأطراف بما في ذلك حماس وذلك من أجل وقف العمليات العدائية أطالب أو أثمن أولئك الذين يشجعون كل الأطراف على خفض التصعيد وكذلك تفادي سقوة ضحايا آخرين ووقف العمليات العدائية المجتمع الدولي يجب أن يبدو لقصار جهدي من أجل تمكين الأطراف من أجل إقناع الأطراف تابعنا معكم إذن كلمة أنتونيو جوتاريج في الجمعية العامة الأمم المتحدة فيما يتعلق طبعا بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر